الآن تغطية خاصة من موقع صد البلد في ظل رعب العالم من متحور أوميكرون وارتفاع حالات الإصابة بي بأرقام ضخمة وكبيرة بيزداد كمان في الشرق الأوسط واستنمول الحالات غير طبيعي ده بالإضافة لأن أوميكرون أكتر تخفي عن كل المتحورات السابقة من حيث الأعراض وده اللي بيساعد على انتشاره بشكل كبير في تغطيتنا النهاردة هل نستعد مع حضراتكم آخر مستجدات انتشاره في الشرق الأوسط مع ذكر الأعراض اللي بتشبه البرد العادي لحد كبير وإزاي نميز بينهم لتفاصيل أكتر تابعوا أعلنت منظمة الصحة العالمية أن حالات الإصابة بفيروس كورونا زادت 89% في الشرق الأوسط وده في أول أسبوع من شهر يناير اللي احنا فيه قالت كمان أنه رغم ارتفاع الإصابات بكورونا في الشرق الأوسط لكن الوفيات انخفضت حوالي 13% لفتة طبعا أن 6% بس من دول الشرق الأوسط طعامت عدد أولي من سكانها وكانت منظمة الصحة العالمية أفادت في وقت سابق بأن مؤشر الإصابة اليومية بفيروس كورونا حول العالم سجل قفز حادة وسجل 3.6 مليون حالة وده رقم مرعب على حد وصفهم وكملت كلامها بإحصائية جديدة نشارتها أنها سجلت 3.395.000.000 إصابة جديدة مكرنة مع 1.738.000.000 حالة في بيانات التلات بس وأضافت كمان أنها رصدت 7.735 حالة وفاة كمان قال الدكتور أحمد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق الأوسط أن سنة 2021 كانت سنة صعبة على الجميع وعلى الرغم من التقدم المزهل المحرص في تطوير أدوات فعالة للوقاية من الجائحة ومكفحتها زي اللقاحات والعلاجات لسه بنشوف أعداد المصابين بترتفع بشكل كبير وبيحصل فيهم برضو حالات وفاة فحتى 8 يناير سجل إقليم شرق المتوسط نحو 17.5 مليون حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وعن أكتر من 317 ألف حالة وفاة وخلال الأسبوع الأول من 2022 وصل إجمالي الحالات الجديدة المبلغ عنها إلى 206.980 حالة إصابة و1053 حالة وفاة وده اللي بيشير طبعاً لحدوث زيادة هيلة بنسبة 89% في الحالات مقارنة بالأسبوع اللي فات على الرغم من انخفاض الوفيات أما عن الأعراض فبتختلف أعراض المتحاول الجديد لفيروس كورونا عن بقية سلالات الفيروس لكنها متشابهة مع أعراض نزلات البرد المعتادة في الشتاء فإزاي نقدر نميز بينهم؟ فقالت أخصائيات الأمراض المعدية في جامعة دالهوزي الكندية ليزا برايت إنه مش سهل إن انت تميز أعراض أوميكرون عن نزلات البرد لكن لو عندك أعراض نزلت برد خفيفة أو شديدة فمن المحتمل جداً إنك مصاب بالفيروس وكمان أضافت إن العارض الوحيد لمرض الكوفيد 19 اللي ما بيظهرش في نزلات البرد هو فقدان حسة الشم لكنها مش حاجة مفيدة أو لازمة عشان نقدر نميز بين الاثنين عشان كده بتعتبر الخبيرة الكندية إن التشخيص الذاتي مش شئ فعال في تحديد الإصابة وإن ده لازم يتم عن طريق الفحوصات الطبية المتعارف عليها والأعراض هي سيلان الأنف والصداع والإعياء سواء كان خفيف أو شديد ده طبعاً بالإضافة للعطس والتهاب الحلق طبعاً الأعراض دي مختلفة عن المتحورات السابقة وكل متحور له أعراضه زي فقدان حسة الشم أو تزوق في متحور دلتا الحقيقة إن بظل ارتفاع عدد المصابين لازم كلنا نكون مستعدين نواجه السيناريو الأسوأ وواضح إن أوميكروم بيسبب خطورة مرضية أقل شوية من المتحورات اللي فاتت حتى برغم من سرعة انتشاره ولكن لسه ناس بتتحجز في المستشفى وبتموت فبسببه لازم نتعامل مع الموضوع بجدية أكتر فإحنا في سنة الثالثة من الجائحة ولسه بنواجه الفيروس مع تطور المعدات والأبحاث في مواجهته واستمرار مقاومته وخلق متحورات له ما فقدناش الأمل ولا هنفقده فإننا ننهي عليه تماما وبكده تكون خلصة تغطيتنا النهاردة نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء